الأزمات السياسية في العراق أصبحت هوية للطبقة السياسية وهذه الأزمات الكل يتفق على أنها أصبحت أكبر من إمكانيات وقدرات القوى السياسية وبالتالي فإن عملية إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمات في ظل هذه الطبقة التي ما زالت تحسب حساب مصالحها على حساب الوطن أصبحت قضية تحتاج أن نقف عندها وأن تقف قبلنا الطبقة السياسية لمناقشة ما يجري السنوات التي مرت كنا نعيش في أزمة سياسية وكانت لدينا جيوش من العاطلين وأكثر من 32 و 33% من الشعب العراقي بمعنى يقترب أكثر من ثلث الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر وكانت هناك ميزانيات انفجارية وكبيرة واليوم يضاف إلى الأزمة السياسية الخالقة التي ولدت جيلاً كبيراً من الفقراء أزمة اقتصادية كبيرة هذا الموضوع يمكن أناقشه في الجزء الثاني من برنامج من بغداد ولكن الأزمة الحقيقية اليوم هي أن القرار السياسي العراقي افتقر وافتقد إلى الانتماء الوطني وربطوا مصالح العراق بمصالح الآخر بمعنى أن وضعنا سلاتنا كلهن بياضاتنا كلهن في سلة واحدة وبالتالي هذا الارتماء وهذا الانتماء خارج حدود الوطن هو الذي سبب لنا هذه المشاكل فعندما تحصل مشكلة هنا ومشكلة في ذاك البلد نصبح نحن جزءاً منها وهذه قضية يعني لسنوات طويلة العراق يعاني منها ولسنوات طويلة القوى السياسية على قولتل يقول ما أخذت بالها من حقائق هذه السياسات التي وصلنا لها في هذه الحلقة وفي الجزء الأول تحديداً أريد أن أناقش مع ضيفي من بغداد السياسة الإيرانية في العراق وفي المنطقة ومدى انعكاسات هذه السياسات على العراق والأزمات التي تمر بها إيران كواحدة من الدول التي العراق لديه تبادل اقتصادي كبير معها ولديه أعوان في داخل عراق مدى تأثيرها على الداخل العراقي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق اشتركوا في القناة